هنا اقليم دونباس شرق اوكرانيا الخاصرة الرخوة حيث التصعيد يزداد يوما بعد يوم قذائف هاون تنهال على بعد مئات الانطار حيث كان وزير الداخلية الاوكراني يتفقد خط جبهة القتال ضد الانفصاليين المدعومين من روسيا تسارع التطورات في دونباس وتحديدا في دونيتسك والوغانسك الانفصاليتين يجعل من احتمال تفجر الوضع في هذه المنطقة واردا جدا يتهم الانفصاليون الحكومة الاوكرانية بالتخطيط لشن عملية تهدف لاخراجهم من المنطقة لكن كييف تنفي الامر وتتهم بدورها موسكو برفع مستوى التوتر كذريعة لتبرير غزو محتمل توطر دفع منطقة روسطوف الروسية المحاذية الاوكرانيا الى اعلان حالة الطوارئ لاستقبال اللاجئين القادمين من المناطق الانفصالية لاجئون بلغ عددهم بحسب اخر الارقام الصادرة عن الانفصاليين 22000 شخص موجات نزوح تزداد بازدياد خروق وقف اطلاق النار بشرق اوكرانيا والتي بلغت 2000 انتهاك بحسب مراقبي منظمة الامن والتعاون في اوروبا قرع لطبول الحرب هو اذا فاخر الاخبار القادمة من خط الجبهة تفيد بتعليق الجيش الاوكراني عملياته في واحدة من سبع نقاط تفتيش في دونباس بسبب ما قال الجيش انه قصف مكثف من قبل الانفصاليين المدعومين من موسكو في مقابل ذلك حراك دبلوماسي محموم تشهده عواصم غربية عديدة حيث تتسارع الخطى من اجل تجنيب اوروبا حربا قد يطال شرارها العالم باسره محادثات الفرصة الاخيرة هكذا وصفت بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون من المرتقب ان تجر اليوم في وقت دعت فيه كييف حلفاءها الغربيين الى وقف ما اسمته سياسة المهادنة حيال موسكو لا تقتصر التحركات والمساعي على اوروبا وحدها فالرئيس الامريكي جو بايدن سيشارك بدوره في اجتماع نادر لمجلس الامن القومي خصص للبحث في الازمة الاوكرانية قبل ايام قليل من محادثات بين وزير خارجيته انطوني بلينكين ونظيره الروسي سيرجي لافروف المرتقب الخميس القادم